أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان من حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هي نهج عمل فريق البحرين بكافة أعضائه في كل موقع باعتبار المواطن أساس التنمية ومحورها وأشار سموه إلى أن تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المحطات شكل نموذجا للعمل بروح الفريق الواحد في دعم مسارات التنمية والتطور جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث نوه سموه بما تحقق في مختلف مسارات التنمية من خلال العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية موربا عن شكره وتقديره لأعضاء السلطة التشريعية لتعاونهم المثمر طوال الفصل التشريعي الخامس وشهد سموه بالدور المحوري لمجلس النواب وما تطلع به الدبلوماسية البرلمانية من إسهام فاعل في توثيق علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة متطلعا لمعاصلة البذل نحو كل ما يصب في نماء ورفعة الوطن وأبنائه الأعزاء من جانبها عربت معالي رئيسة النواب عن شكرها وتقديرها لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود بالخير على الجميع مؤكدة السمرار الجهود المشتركة نحو تحقيق هداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حافظه الله